وضيلة الشيخ عطير فقر ما معنى كلمة القنود وهل يجوز للإنسان أن يقنط في كل الصلوات أم أنه يجوز في صلاة ولا يجوز في غيرها كلمة القنود تطلق على عدة معاني هي الطاعة والصلاة والدعاء والعبادة وطول القيام والسكوت والآيات والأحاديث كثيرة في ذكر القنود ويفسر بحسب ما يناسب المقام كالذي ورد فيه قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين جاء في حديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمسكنا عن الكلام والقرطبي في تفسيره لهذه الآيات ذكر كل هذه المعاني كما ذكر النصوص الواردة فيها وذكر العلماء الذين حددوها والقنود بمعنى الدعاء يجوز في الصلوات الخمس عند النوازل لحديث بن عباس الذي رواه أبو داود وأحمد قانت الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس مدة شهر يدعو على حي من بني سليم لأنهم قتلوا بعض الصحابة الذين أرسلهم ليعلموهم أما في غير النوازل فهو مشروع فقط في صلاة الصبح عند بعض الأئمة وفي صلاة الوثر في رمضان وفي غير رمضان أيضا عند بعض العلماء والله أعلم